الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد عنوان درسنا في هذا اللقاء هو المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها ولا يخفاكم أن أي مجتمع من المجتمعات لا تخلو حياته من مشكلات تؤرقه وهذه المشكلات تختلف من مجتمع إلى آخر وطرق حلها وعلاجها أيضا تختلف من مجتمع لآخر فالمجتمعات غير المسلمة تسعى جاهدة في محاربة تلك المشكلات وإيجاد الحلول لها وفق أنظمة وقوانين بشرية فنجدها أخفقت في معالجة تلك المشكلات إخفاق عظيمة وخير دليل على ذلك ما نراه من انتشار وظهور للمشكلات بشتى أنواعها أما المجتمعات المسلمة التي تحتكم إلى الوحي الإلهي والشريعة المحمدية وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة المختلفة فإننا نجد المشكلات فيها محدودة وعلى نطاق ضيق وذلك لأن الشريعة الإسلامية كفلت لمن تمسك بها الأمن والسلامة والطمأنينة والاستقامة وعلى أي حال ففي مجتمعاتنا الإسلامية بعض المشكلات التي تحتاج منا إلى دراسة واهتمام ثم إلى بيان سبر الوقاية والعلاج ومن هذه المشكلات الانحراف عند بعض الشباب والفتيات ومن أهم أنواعه الانحراف الفكري والانحراف السلوكي أما الانحراف الفكري فهو عبارة عن الخروج عن الوسطية والاعتدال إما إلى جهة التشدد والغلو في الدين أو إلى جهة التفريط والتقصير في القيام بالواجبات الشرعية وهذا النوع من الانحراف هو أخطر أنواع الانحرافات وأشدها ضررا على النظام الاجتماعي لماذا؟ لأنه يزعزع الثوابت العقدية ويقضي على القيم الاجتماعية ويهدد الأمن والاستقرار ويضر بمصالح الناس النوع الثاني من الانحرافات هو الانحراف السلوكي وهو باختصار كل سلوك سيء وذميم يصدر عن الإنسان وهذا الانحراف يعتبر أيضا من أكثر أنواع الانحرافات شيوعا وانتشارا في أوساط الشباب والفتيات ويتمثل في الخروج عن القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية ومن أبرز مظاهره وهي كثيرة لكن من أبرزها وأكثرها شيوعا الجرائم بكل أنواعها والانحرافات الجنسية باختلاف أساليبها وألوانها وصورها وأشكالها أيضا من أخطر مظاهره الإعجاب بغير المسلمين والتشبه بهم والتبرج والسفور والاختلاط المحرم والجرأة على محارم الله وعلى حدود الله وعلى اقتراف المنكرات وأيضا عدم الاستحياء من الآخرين وهذا الانحراف الفكري أو الانحراف السلوكي له أسباب من ضمنها ضعف التعليم وضحالة الثقافة أيضا ضعف الوازع الديني عدم التزام المجتمعات بتعاليم الشريعة الإسلامية انتشار وسائر الإعلام المضللة أي أن كانت مرئية أو مسموعة أو مقروعة وهي خاصة المضلل منها دائما تدعو إلى الجريمة وتدعو الشباب إلى الخروج عن القيم والتقاليد ونبذ الدين بالإضافة إلى إهمال الأسرة لأبنائها أما المشكلة الثانية من المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإسلامي فهو انتشار وسائل الإعلام المضلل ولا يخفى عليكم أيضا أيها الإخوة أن النسبة العظمى نعم النسبة العظمى من الوسائل الإعلامية بما هي عليه الآن تعمل بعيدا عن تعاليم الإسلام وهديه ومقاصده فهي تعرض على جميع أفراد المجتمع صغارا وكبارا الأفكار والقيم الضالة المحطمة للعقيدة المدمرة للأخلاق تحت شعارات براقة من ضمنها مرة حرية الرأي وأخرى البحث العلمي وثالثة النقاش الموضوعي ورابعة التجديد والتطوير وأخرى الترفيه وهكذا فما هي إلا ثقافات غربية مستوردة تعارض الشريعة الإسلامية وتدعو إلى الخلاعة والمجون وتزين الرذيلة والأعمال القبيحة والابتعاد عن مكارم الأخلاق وعن كل حسن وجميل والله المستعان المشكلة الثالثة من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الإسلامي هي ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الأمة وعقلائها فمن أخطر المشكلات الاجتماعية أثرا ابتعاد كثير من الشباب عن علماء الدين وضعف الصلة بمجالسهم وعدم الاهتمام بها ظن منهم أنهم قادرون بأنفسهم على تكوين شخصياتهم وتوجهاتهم من مصادر المعلومة المتنوعة لكن الواقع غير ذلك لأن علماء الأمة الربانيين هم نارات الهدى في أي مجتمع بما أعطاهم الله تعالى من العلم النافع الذي يعرف به الحلال من الحرام والصواب من الخطأ وإذا علمنا هذا فيتأكد لنا أن صحبتهم من أقوى العوامل في إصلاح الفرد والمجتمع وتعميق إيمانه وتطبيع أخلاقه على الاعتدال والوسطية من غير إفراط ولا تفريط وتفقيه في أمور الدين وإعداده روحيا وتكوينه تربويا والأخذ بيده نحو الكمال المنشود إخواني وأخواتي إن مما ينبغي على شباب هذه الأمة توثيق صلتهم بالعلماء الربانيين المخلصين وتقويتها والإكثار من زياراتهم وحضور مجالسهم والتعلم منها واحترامهم وإكرامهم وعرض المشكلات عليهم واستشارتهم والاستماع إلى آرائهم وتوجيهاتهم وتلك من أهم أسباب الحصانة من الانحراف الفكري والسلوكي وهي أيضا من أبرز عوامل الارتقاء بالأمة وتحقيق آمالها وطموحاتها وبخاصة في هذا العصر العصيب الذي يمر به الإسلام والمسلمون أيها الإخوة والأخوات إذا أردنا أن نذكر سريعا بعض الأمور والتي تعين على العلاج والوقاية من هذه المشكلات المتقدمة فإننا نذكر سريعا بعض القضايا المهمة التي تحتاج إلى تأمل وإلى تفعيل ومن أهمها تحصين الشباب بالالتزام بالدين الإسلامي والتفقه فيه الأمر الثاني الأخذ على أيدي المنحرفين وتوجيههم وتوعيتهم بل وسد المنافذ التي يتسلل من خلالها الانحراف الأمر الثالث البعد عن أسباب أو البحث عن أسباب تلك المشاكل للتعرف عليها ومن ثم وضع الحلول والعلاج المناسب لها الأمر الرابع وهو أمر مهم تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر خامسا أخذ العلم عن أهله المشهود لهم بالتقوى والصلاح وسلامة المنهج بالإضافة إلى تنظيم الأوقات في مشاهدة وسائر الإعلام النافعة والمفيدة على الفرد وعلى المجتمع وملء أوقات الفراغ عند الشباب بالعلم والأعمال والهوايات المفيدة كذلك عدم السكوت على الفضائيات والمواقع والمشاهد المنحرفة والمخلة بالآداب من الأمور كذلك التي هي مهمة في علاج هذه المشكلات تفعيل دور المسجد والأسرة والمؤسسات الدعوية والتوعوية والاجتماعية والتربوية وكذلك الإعلامية الإكثار من ذكر القصص والنماذج التاريخية لمن كانوا قدوات صالحين ورواد في مجال العلم والمعرفة من علماء المسلمين الأمر الآخر التذكير بأضرار ومخاطر تلك المشكلات على الدين والحياة الدنيوية وعدم التهاون مع المتبرجات والمحادثات الفاتنة والاختلاط المحرم في المجالس والمحافل والمنتدايات والمدارس وغيرها وأمر آخر وهو لا يقل أهمية عما سبق إنزال أشد العقوبات والروادع والزواجر بالمفسدين والمجرمين وعدم التهاون معهم هذه بعض المشكلات وهذه بعض أيضا الحلول التي تعين على القضاء على هذه المشكلات ونستكمل إن شاء الله في لقاء قادم ما تبقى من المشكلات الاجتماعية ونسأل الله أن يحمينا ويحمي مجتمعاتنا من الشرور والآثام إنه جل وعلا قادر وهو المستعان سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين